خديني أستأذنك بس في حاجة علشان في ناس كتير بتقعد دايما تتكلم على هو يعني إيه هيا مبادرات وش عارف المجتمع المدني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أين دور الدولة في ذلك خد بالك إنه قالت لك إيه إحنا بنشتغل من تحت المظلة بتاعة حياة كريمة يعني هو طول الوقت بيحصل تنسيق عن طريق حياة كريمة يعني عن طريق الدولة طيب يعني هيا الدولة مش قادرة تشيل لوحدها استنى في ناس تحب لما تسافر مثلا إنجلترا طلع على لندن يتمشى بقى في أجوال رود وياكل لقمة ويقعد على القهوة المصري اللي موجودة أهاوي مصري أو يروح يعمل بقى الشوپنج في أكسفورد رود والجو ده أنا الحقيقة ما ليش فينا خالص يعني خالص ولا أكاد قعد أطيق لندن أكتر من يوم زحمة وهوسة ودوشة ومليانة إخوان وعيال دمهم يلتش وهناك بقى محدش عارف أقرب لك بس هل دمها يلتش بس مش دا الموضوع يعني أنا لأ أطيق لندن بسبب دوشتها وزحمتها البعض بيصفها بحيويتها أنا بشوف لا دمها تقول أنا أحب أطلع برى لندن القرى والتخوم والمدن الصغيرة وما إلى ذلك دا مبدئايا طب بأعمل إيه هناك أنا أحب أعود أتفرج يعني عايز أقولك أن أنا مرات لما بروح إنجلترا اليوم اللي ممكن أقضيف لندن دا تلاقيني واقف رايح واقف عند وست مينستر أشوف المظاهرات اللي بتتعامل وعود أتفرج على اللافتات وأقراها واقف أتناقش مع الناس وحاجات زي كده في ويلز على سبيل المثال ويلز لقيت القاتي لقيت إن في تقريبا 12 جمعية في ويلز يعني أنا بنتكلم على المملكة المتحدة جماعة يعني أنا بنتكلم على إنجلترا هذه الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس واللي بظن إنه لازلت لا تغيب عنها الشمس حتى هذه اللحظة نتيجة قدراتها المهولة سياسيا يعني بتحرك تلت العالم لو ما كانش تلتينه بس مش ده موضوعنا دايما إنجلترا مضرب مسأل عظيم جدا كويس عدد رهيب ما كنتش أتصور إنه موجود في ويلز لمين بقى لدعم الهوملس لدعم المشردين لدعم الناس بمعنى بسيط كده ناس اللي لا ليها شغل ولا ليها مكان تعيش فيه ولا ليها أي مورد معقولة في حاجة كده في إنجلترا آه يا فندم كتير ويلز بالهبل وتمشي في الشوارع بعد تمانية أو تسعة بالليل بعد ما المحلات تكون قفلت تماما والشوارع بقى تقريبا شبه ميتة بلا حياة تجد هؤلاء الناس الغلابة مواطنين إنجليز نايمين على بواب المحلات لا يختلفوا على الإطلاق عن اللي بتشوفهم من ناس اللي على قد الحال أسباب عدة ممكن تلاقيه نايم في العراق كده وده إنه طويلة وحالته صعبة خالص والنظافة الشخصية بالسلامة ومش لقيه يكله ومش لقيه يشرب وحاجات زي كده وبالمناقع تيجي تقولي هناك مظلة حماية ضخمة في إنجلترا لا يا فندم ما فيش مظلة حماية ضخمة في إنجلترا زي ما أنت متصور عشان الناس دي ما عندهاش ضمان اجتماعي ولا حاجة ولا بياخدوا أعانة بطالة ولا بيتعالجوا على حساب الدولة ولا بيتعلموا على حساب الدولة ولا الدولة حاسة بيهم خالص وبسبب البيروقراطية البريطانية الشهيرة الناس دي مش عارفة تحصل على أي حق من حقوق الحياة مش هقولك حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير حق الحياة يأكل ويشرب وبعدين يتعالج لقدر الله لو في حاجة فهناك مجتمع هناك هيئات ومؤسسات للمجتمع أو مجتمع مدني مجتمع أهلي بتمشي تلف على الناس دي الصبح تدي لهم كباية قهوة وتدي لهم حاجة يكلوها وتعدي عليهم بعد الظهر عشان تدي لهم وجبة غدا وتلاقي ناس متطوعين عشان يحلق لهم شعرهم ومتطوعين يوزعوا عليهم لبس علشان يلبسوه وما إلى ذلك فين؟ في انجلترا اللي أنا شفته ويلز واللي بيزور انجلترا عارف أنه ده بيحصل فأدخن شوارع لندن يبقى العمل المدني والأهلي الداعم لفئات أولى بالرعاية هو موجود أما لو أسعدك الحظ وتخيت 11-12 ساعة صفر وروحت لولايات المتحدة الأمريكية هتتخض من حجم الناس اللي على بابا الله بقى هتتخض أنا بسألك سؤال هل هذه الظاهرة لازالت بحجمها المعهود واللي عملها بتقل شوية في شوية في شوية في شوية طب سؤال ليه انجلترا ما عملتش حياة كريمة للناس دول؟ ليه أمريكا ما عملتش حياة كريمة للناس دول؟ لما تعرف تجاوبني تعال انتقبني بقى